اشتركوا في القناة ويجوز بعضكم ما لينا مكثباً سهولة لكن قبل أن نبدأ أحب أعرج على مصطلح سألني عنه أحد الأخوة اللي هو مست الرافعة وغالي تتلم عنه الخبراء في هذا المجال فالرافعة حقيقة أكثر ما لفت نظر إلها أنه فعلاً هي أداة قوية إذا فهمناها عرفنا جزء من قيمة البزنس اللي عندنا فبالتالي إذا إحنا عرفنا قيمة ما عندنا من بزنس وقيمة ما عندنا من خير فعلاً ممكن أن نركز عليه ونعطيه استحقاق لأن اليوم آلي ممكن أفرط بشيء نتيجة عدم معرفتي قيمته ممكن أفرط بشيء عدم معرفتي كيف أتعامل معاه وعندي جوهر لكن ما أنا أعطيه استحقاقه فبالتالي إحنا اليوم لازم نركز على أحد مزايا صناعة البيع المباشر وشل الأسباب اللي خلت هذا الصناعة تتميز عن أقلانها من الصناعات اللي يجي مثلاً ناس أذكياء وناس أغنياء وناس قطعوا جزء كبير من حياتهم حتى يحققوا أرباح من خلال مشاريع مختلفة يجي يتكلم عن صناعة البيع المباشر أنه هذه الصناعة عجيبة غريبة إذا بديت من الصفر راح أبدأ بيها وإذا فقدت كل أموالي راح أبدأ بيها وأفضل ما تعرفت عليه خلال مسيرة المهنية وخلال مسيرة العمل مثل ما قال وار بافيت هي صناعة البيع المباشر فبالتالي لازم نعرف شن اللي خلّه هذه الصناعة يتكلم عنه خبراء المال والأعمال بهكذا طريقة من مزايا صناعة البيع مباشر اللي تعطيها قيمة مضافة عن الأعمال الأخرى وخرك كذب هذا الشيء اللي هي القيمة المضافة وهذا أهل الاختصاصي عرفون في التسويق كل ما علت قيمة ما عندك كل ما أنت اقتربت من نجاح أكثر وتضخمت نتاجك وبالتالي تهون عليك كثير من التحديات مثلا كل ما علت عندك قيمة الجهاز هان عليك السعر كل ما عندك علت قيمة التجارة هان عليك المصاعب كل ما علت عندك قيمة الأهداف هان عليك التحديات فبالتالي كل ما علت قيمة ما عندك كل ما أنت هانت عليك كثير من الأمور اللي فعلا الحياة عبارة عن تحديات والإنسان خلق في كبتك فضمن الأشياء اللي ذكروا الخبراء مصطلحيا لطيفات جدا جدا اللي هو ال-OPT رح نشرح أيش مقصوده هو ال-OPE ال-OPT مختصر أذر بيبل تايم أذر بيبل تايم يعني أنت في صناعة البيع مباشر سيضاف وقتك ووقت فريقك اللي أنت رح تتعب عليه وتؤسس العمل من خلاله فتخيل هذه الأشياء اللي تجعل صناعة البيع مباشر هي رافعة للنتاج نتيجة أو بي تي له أذر بيبل تايم يعني رح يضاف وقتك ووقت فريقك ووقت جماعتك بعضهم فسرها أذر بيبل تايمت يعني مهارات ستضاف مهارتك مع مهارات فريق العمل وهذه حقيقة لطيفة جدا جدا إذا كنا نقول قد يكون الشخص ليس هو المقصود بعينه في الاستقطاب أو عرض الفكرة قد يكون من حوله أو من يأتي من خلاله جزءاني من فريق من هم أفضل مني بالمهارات أنا قوي في مهارة معينة لكن في فريقي من هم عندهم مهارات مختلفة وهذا ما ننشوف كل ما كبر فريقك كل ما تنوعت المهارات وزادت النتائج نتيجة أو بي تي أذر بيبل تايم بعضهم فسرها أذر بيبل تيج يعني تعليم أو أذر بيبل ترينيج تدريب فبالتالي تخيل اليوم أنا لو كنت عندي مؤسسة عادية تقليدية هذه المؤسسة التقليدية سأحصل على نتائج تقليدية لكن في مؤسسة عملاقة متنامية فيها الرافعة اللي راح يضاف أثر تدريبي وأثر تعليمي أنا وفريقي فراح يصير عندي تضخم وسير عندي رفع كبير للنتائج لذاك دائما أنت يعني دغلغ نفسك بمشاعر خاصة بيك دائما ذكر أنك صح بديت بالبداية أستاذ أشرف بس يارت الصوت ما بي مشكلة الشباب بيقول ماك الصوت صوت ممتاز ممتاز شباب اللي عنده مشكلة بالصوت بس يغادر أو يرجع مرة ثانية تمام فأني اليوم من معالم وقوة صناعة البيع مباشرة أنه سيتضاف لي أوقات الناس اللي معاي فوقتي ووقتهم وستضاف إلي مهارات الناس وإمكانياتهم وستضاف إلي تدريب وتعليم الناس اللي معاي فبالتالي راح يصير عندي تضخيم بالنتاج وهي هذا ما تسمع بالرافعة فشوف هذه معالم حقيقة جداً لطيفة وجداً دقيقة وجداً هامة لللي يريد أن ينجح بهذه الصناعة أنه يعرف أين سيصل مع هذا الصناعة مع هكذا ميكانيكيات بالعمل هذا إخواني نادر أن تكون فيه الأعمال التقليدي الوظيفية أو أعمال التجاري العادية أو حتى على مستوى الأعمال الليست عادية مثل التسويق الإلكتروني وغيره وغيره مرة ذكرت في خاطرة أنه البيع المباشر يتفضل ويكون أفضل بكثير من التسويق الإلكتروني التقليدي لأسراب كثيرة من ضمنها هذه أنا بالتسويق الإلكتروني ممكن أن أتوقف الأنترنية أو ما عندي بطاقة ترويج أو صحي عندي مشكلة بالعلان أو بالحساب العلاني تتوقف كل أعمالي تتوقف كل أرباحي لكن لأن عندي OBT Other people time Other people teach Other people training Other people talent لا ما عندي مشكلة والدليل إحنا جماعة الدليل صح أو لا الدليل على ذلك لما صارت مشاكل بالأنترنية وصارت مشاكل بكورونا وصارت مشاكل بوسع التواصل الاجتماعي وصارت مشاكل ومشاكل الآن النمو مستمر ليش أن أنت لست اللي وحدك في هذا الصناعة عندك الرافع فهذا المصطلح الأول اللي هو OBT بعضهم فسرها بالمصطلح ثاني اللي هو OPE أتخذني ألغي الواتساب تمام بعضهم فسرها بال OPE اللي Other people efforts يقصد به جهود وناس آخرين أنت شوف جمالية هذا الصناعة أنك ستبذل جهد وسيبذل فريقك الجهد معك فسطواف جهودك وجهود فريقك وهذه راح أشير إلىها بعد ما أنت من مصطلح الآخر وبعضهم فسر OPE Other people energy طاقتك وطاقة فريقك وهذه حقيقة جميل جدا جدا أنت اليوم في صناعة البيع مباشر مثل ما قال أريكوري تحتاج إلى أمرين سوية مو منفصلات يعني مو وحدة من عدد أمرين تحتاج إلى حماس وتحتاج إلى مهارة فأنت أحيانا تستمد طاقتك من فريقك وأحيانا فريقك تستمد طاقة من عندك فهذه حقيقة شيء قد لا نجده في الأعمال التقليدية لا نجده في الوظائف لا نجده في كثير من أعمال التجارية التقليدية فإذاك شوفوا هذه إشارة مهمة جدا 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 نريد نتاج عملاقة إحنا دي أكسن عبارة عن مزرعة كبيرة يقولك أنت تريد على قد على قوتهم إحنا بالمثل عندنا بالعراقية على قد مصف اليوم والليلة على قد العلاقة تطلع لك مصف سووا فدع مال بسيطة ستحصل أنتاج بسيطة ممكن من استهلاكك ممكن مشاركتك البسيطة ممكن من كلامك مع الناس الحواليك لكن بدون جهد كبير لأنك ما ركزت على الرافعة الرافعة كيف تكون في صناعة البيع مباشر أن توجد فريق حقيقي الفريق الحقيقي الشون تقوم معه بمقام من يعمل عاملة الرافعة الحقيقية تقوم بعملة التدريب والمتابعة والاستنساخ الحقيقي فبالتالي إنت ذا صال عندك الطاقة والحماس والتدريب والنشاط عكست على بعض الخطوط والخطوط علمتهم كيف يعكسون على باقي الخطوط صال عندك الرافعة فتولدت عندك الأو بي إي والأو بي تي وهذه شرحناها سابقا فهذه حقيقة نقطة جدا مهمة أشكر الأخي اللي سألني عنها قلت لعلها تكون مفتاح دخولنا لهذا الموضوع اليوم وحقيقة أذكر بعض الموضوع آخر قبل لا نبدأ بالأسئلة وحضر نفسكم أي سؤال أنا حاضر يوم من الأيام أحد الشباب اختلف مع أبلاينا هذا نقطة كل شيء مهمة وحقيقة أصبحت مشاعة جدا خاصة بعد توسع الخطوط وتوسع الفرق بعد انتشار السوشال ميديا فصال نفس موجود أنه أنا يعني المشكلة عند أبلايني الأبلاين ماتي ما يتابعني الأبلاين ماتي ما ينطيني عروض الأبلاين ماتي الأبلاين ماتي الأبلاين ماتي طبعا هو لا أعذل للشخص نحن مره مرات في أحد اللقاءات مستر شيبي يذكر كلام لطيف قال أبلاينك نعلمك قول الحمد لله قال أبلاين ماتك إذا ما علمك قول الحمد لله هم دللك على هذا الخير فأني أجيك يا شخص يا حبيبي يا أختي شخص دللك على هذا الخير تمام فبالتالي لما هذا دلك على خير اعتبره مثل والدك أوجدك للدنيا أعطاك ما يستطيع قصر ما قصر أحيانا إحنا أهلنا والدك ووالدتك قد يقصرون بحقك كابن يعني يسموك باسم غير مقبول ما يهتمون تعليمك ما يهتمون تربيتك ما قد يقصر لكن يبقى هو الوالد والد ويبقى حقوق الوالدين معروفة مذكورة بالقرآن ومذكورة حتى بالعرف الشاعر ابنه فبالتالي له حقوق النسب تبقى لكن ليش واقف على والدك ليش واقف على والدك مثلا إنسان والدك فلاح إنسان أمي هل منعك عن التعليم أو التدريب أو تطوير المهارات أو اكتساب ما تحتاجه للحياة حتى تنجح فيها طبعا لا فأنت اليوم ممكن قبل عشر عشرين ثلاثين سنة أقول والله معذول لأن ما تجد معلومات ماكو برامج تدريبية ماكو قنوات يوتيوب ماكو تدريبات باللغة العربية أو باللغة الدارجة في المغرب ومورتانية وفرنسا لكن اليوم لا يوجد عذر للشخص يريد النجاح كل التدريبات موجودة بالتفصيل الممل أنا أحيانا يدخلوا لي بعض الشباب ما أميز رقمهم من فريق ولا من غير فريق يسألني سؤال يقولوا الله أخي هذا الموضوع شارحه أنا بكثة محاضرة أعطيه الرابط قال أول مرة أسمعه المحاضرة قلت لحقك هيا صالها بس سنة بس سنة وحدة فهذا التقصير هل من الأبلاين أنا متأكد الأبلاين ما تنقل الرابط ووجهه أو حفزه أو هو في مجموعة على الأقل يعرف المدربين يعرف من يتابع فإحنا يا أخواني إذا صال عندك إشكالية مع أبلاينك اللي دلك على الخير فهذا يجب أن تحفظ له الفضل وتدعيه بظهر الغيب وتشكره على دلالة للخير لكن إن قصر في تدريبك فإنت لا يوجد لك عذر بالتدريب لأن كل شيء متاح فلا أنت بعد فترة يجيك شخص يغري يقول لك تعال سجل معي وأنا أعطيك نقاط تعال سجل معي وأنا أعطيك تدريبات تعال سجل معي وخليك تصير واو لا لا أبدا هاي بي إشكال قانوني أنت ستحاسب عليه وهذه بي إشكال شرعي لأنك فرطت بحق الشخص اللي دلك على هذا الخير وهذا بي سبحان الله مثل رد الدين عليك أنت اليوم اللي سويت هذا شيء بقى بلانك ممكن في يوم ما فريقك يعمل معاك نفس الشيء هذي على قوتهم الدنيا دوارة تفتار ترجع لك نفس الحلقة فإذاك يا أخي يا أختي أنت كنت في فريق معين عاجبك أبلاينك ما عاجبك أبلاينك هذه خلاص قسمتك من الحياة ربك وفقك لهذا المشروع عن طريق هذا السبب عندك عدة طرق أول شيء تصعد للأبلاين اللي فوقه واللي فوق لحد ما توصل إلى مدرب أنت من فريقة ترى مناسب هذه المسألة الأولى المسألة الثانية الآن كل التدريبات متاحة ومشاعة بكل اللغات ومتسلسلة وكل المعلومات موجودة الجانب الثالث أنت الآن مشروعك وأختم بكلمة ستيفين كوفي كن مبادرا المبادر لا ينتظر الجو يتغير أو ينتظر الناس تغير من واقعك أنت غير من واقعك أنا هذا مشروع اللي راح يغير حياتي وحياة حالتي ليش أنتظر غيري يساعدني ليش أنتظر غيري يتفضل علي ليش أنتظر غيري يعني لو أنا فلاني يحرك لو أنا ما أتحبك لا أنت هذا مشروعك وتخيل نفسك أنت بمأزن على الأبلايماتك وأنت فريقك اللي تحتك هو مسؤوليتك الجانب الرابع ما انتقدت على أبلاينك ما لمست على أبلاينك من انتقادات لا تعكس على فريقك أنت تكون خير قدوة خاصة بعد ما مرت بك أنت تشوفه شي غير مناسب من أبلاينك قصر بحقك ما يتابعك ما 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 إلى آخر لا خلاص أنت لا تقع بنفس الخطأ والسعيد من وعوض بغيره حاول تصحي الخطأ مع فريقك واستمر بالتطوير وأكيد إذا الله سبحانه وتعالى يسر لك الأسباب بالبداية رح يسر لك الأسباب بالنهاية إذا أنت كنت سالق طريق الخير يعني أستاذ أشرف أنتي هت من مقدمة إذا نبدأ بالأسر حتى لا نأخذ من وقتكم هذه نقطتين حقيقة حبيت أشير لها خاصة في الوضع الأخير لأن كثير يجوننا شباب والله أنا نقدم الاستقالة أنا نريد كذا بس خلينا نوضح قبل لا يبدأ إستاذ أشرف أنت بالعضوية أمامك عدة خيارات طبعاً هو الأفضل والأصح أنك تكمل مع أبلائمك في حال عضويتك طلعت ورح أركز على هذا الموضوع كثير من الشباب مو واضح عنده مسأة لكسباير لأن عضويتك تجمد بعد أنه ما تحقق نقاط على عضويتك لسنة فما فوق لكسباير يا شباب لما تنضي على آخر استخدام على رقم عضويتك للمنتجات سنة وتنضي سنة ميلادية يلا تطلع أكسباير بمعنى أنت 1-7-2020 آخر مرة استخدمت المنتجات 1-7-2021 مضى عليها سنة بس ما رح تطلع عضوية أكسباير إلا بالمنتصف الشهر الواحد لسنة 22 أو نهاية الشهر الواحد لسنة 22 يلا تظهر بالسيستم أكسباير فإذا أنشأت عضوية مع شخص آخر باسمك راح أنت تعتبر عضوية مزدوجة وراح تلغى عضويتك الثانية أنت وفريقك وترجع لعضويتك الأولى هاي تعتبر عضوية مزدوجة هاي الحالة الثانية الحالة الثالثة أنه فيما لو يعني وسطت مرحلة وهذه إن شاء الله ما توصل يعني ما ماكو الطرار إلا ببعض الحالات اللي الشركة مثل حالة الطلاق بين الزوجين حالة الطرار ويصار عند الضرورة فقط أنه شخص خلاص يريد يخرج من هذا الفريق يقدم استقاله استقاله شنو معناه تقدم طلب للشركة أنه أنا ألغي عضويته أو أنهي عضويته لأسباب خاصة أو تذكر الأسباب الشركة دق تنعت بطلبك راح تلغي عضويتك وتقف لمدة ستة أشهر ما من حقك تنشع عضوية باسمك تتوقف ستة أشهر كاملة ستة أشهر من موافقة الشركة وليس من طلبك للتقديم يعني مثلاً شركة وافقة لك 1-1-2020 1-1-7-2021 هي الله من حقك أن تبدأ بالعضوية تسجل من حقك تحت أبلان جديد بنفس اسمك لأنت هنا راح تعتبر نفسك عضو جديد لكن خلي بالك راح تبدأ من الصفر وتنتقل لوحدك ما تنتقل مع فريقك يعني بعض الشباب على باله أو يهم بعض الناس تعالى سجل معاي وحقوقك موجودة لا كل حقوقك ما موجودة كل شي راح يبقى مع العضو وأي وقت يكتشف إذا عندك عضوية مزدوجة راح يقدم للشركة أو الشركة تكتشف أو من طريق تقديم بلاغ راح يلغون عضويتك الثانية وتنتقل أنت وفريقك إلى العضوية الأولى ويروح تعبك وهذا الجهود البقية ليش بعض الشباب يقول ليش هالتعقيد لا متعقيد هذا حفظ حقوق الناس وهذا من باب حفظ جهود الناس يعني تخيل نفسك أنت اليوم سفير ملك وتعبان على فريقك يجي واحد جواك ضايج من عندك أو ما عاجب تسريحتك أو ما عاجب العطر الانتحطة قدم أو انتقل لشيخ الثاني وانتقل فريقه راح ينهار العمل بذلك الأصل في أن المحافظة على هذا البزنس والمحافظة على بناء شبكة الأعضاء والمستهلكين هو أفضل من المصلح الشخصية سيد أشرف المايك عندك مبارك الله بك سيد حسان شكرا على هذه المقدمة وعلى الإشارات اللي أشرت إلها على نقاط مهمة حقيقة وكثير ما تجينا تساؤلات وبخصوص صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة